بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أيها الفضلاء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه دقائق معدودة مع اسم الله تعالى المسعر، واسم الله تعالى المسعر لم يرد في كتاب الله، وإنما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. من ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال الناس يا رسول الله غل السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباصط الرازق، وإني لا أرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. وهذا الحديث ورد برواية أخرى فيها تقديم وتأخير، وهي قول أنس رضي الله عنه غل السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو سعرت فقال إن الله هو الخالق القابض الباصط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. وهذا الاسم ثابت بهذا الحديث الصحيح، ولهذا المسعر اسم من أسماء الله تعالى دل على صفة من صفات الفعل، والتسعير في حق الله تبارك وتعالى يتعلق بنوع التدبير، فالتدبير منهما هو متعلق بتصريف المقادير، وهو التدبير الكوني، ومنهما هو متعلق بالحكم التكليفي، وهو التدبير الشرعي، فالأول هو المقصود عند إطلاق الاسم في حق الله، لماذا؟ لأن ارتفاع السعر أو انخفاضه مرتبط بالتدبير الكوني والتقدير الأزلي، السعر يرتفع بين الناس إما لقلة الشيء وندرته، وإما لزيادة الطلب وكثرته، وهذا أمر يتعلق بمشيئة الله تعالى وحكمته، فهو الذي يبتلي عباده في تصريف أرزاقهم وترتيب أسبابهم، فقد يهيئ للعبد أسباباً للكسب، فيغتني بذلك فقير، وهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، وهو على كل شيء قدير، فهذا تدبير الله في خلقه وفي حكمته وفي تقديره المقادير، وإذا ألزم الناس في تلك الحالة أن يبيعوا بقيمة محددة مع تأسر الأسباب وبسط الأرزاق، فهذا فيه نوع ظلم للخلق وإكراه بغير حق، وفيه اعتراض على الله عز وجل في تقسيم الرزق، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله، إن الله هو المسعر، القابض، الباسط، الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال، إذن فمن حاول التسعير على المعنى السابق، فقد عارض الخالق ونازعه في مراده، ومنع العباد حقهم مما أولاهم الله تعالى في الرخص أو في الغلاء، والله تعالى هو الذي يقبض وهو الذي يبسط، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى إذن عن التسعير، وأخبر أن التسعير قد تقع معه مظالم، وإنه يبرأ إلى الله عز وجل من هذه المظالم، وأما التسعير المتعلق بالتدبير الشرعي، فهو منع الظلم وكفه عن الخلق، وذلك بمنع استغلال حاجتهم أو احتكار التجار لسلعتهم، فهو منع للظلم وكف عنه، وهذه المسألة قد تدعو إليها ضرورة، تدعو ضرورة إلى أن تقدر السلع بقيمة، فإلزامهم بقيمة المثل قد يكون من الأحكام الواجبة، فالتسعير هاهنا وعندئذ هو أمر شرعي، وهو إلزام بالعدل الذي ألزم الله تعالى به العباد، والمساعر اسم فاعل من التسعير، يقال أسعر أهل السوق وسعر إذا اتفقوا على سعر، والتسعير بمعنى الرفع، ولهذا يوصف السعر بالارتفاع، والإنسان إذا علم أن الله تبارك وتعالى هو المساعر جل في علاه، فإنه يدعوه بهذا الاسم، يدعوه بهذا الاسم دعاء المسألة، ودعاء العبادة، كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهذه الكلمات، إذن هذا الرزق مرتبط بهذا الأمر، كل دعاء بطلب الرزق أو البسط فيه شاهد بالمعنى لدعاء المسألة باسم الله تعالى المساعر، ثم إن العبد إذا كان من التجار عليه أن لا يستغل الناس في زيادة الأسعار، أو أن يخفي الأقوات سعيا في تفرده بها أو سعيا في احتكاره لها، بل عليه أن يكون حريصا على نفع الخلق، صبورا على دينهم، محافظا على حاجاتهم في دنياهم، وأن يكون سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، كما في الحديث رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى، وإذا اقتضى، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، هذه مرتبة عظيمة لا تصلح إلا لمن أحسن البيع، والتزم فيه بمصلحة الخلق، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نبه إلى هذا، وعمر رضي الله تعالى عنه مر مرة بالسوق، فوجد حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه يبيع زبيبا له، فقال له عمر إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا، تفصيل ذلك أن عمر رضي الله عنه مر على حاطب وهو يبيع الزبيب في السوق بأرخص مما يبيعه الناس، فقال له عمر إما أن تزيد في السعر بأن تبيع بمثل ما يبيع أهل السوق، وإما أن ترفع من سوقنا لألا تضر بأهل السوق، إذن هذا المعنى يدلك على أن التسعير ليس المقصود منه مضارة التجار، وإنما المقصود نفع الجميع، فإذا باع التاجر بالسعر النازل يريد أن يضر بأهل السوق منع من ذلك، وأخرج من السوق ليبيع خارجه، وهذا معنى عظيم جليل قصدت إليه الشريعة، والمسلم يأخذ بأسباب الرزق في تجارته وكسبه، ويراقب الله تعالى في التعامل مع خلقه توحيدا لربه جل وعلا في اسمه المسعر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا إنه جواد كريم بر الرؤوف الرحيم، والحمد لله رب العالمين.